الحرية ما تنفعش في ظل لا ضرع ولا ضرار وما حدش يقول ان الشجوز ما بيقزيش فيه حد لا 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 تعالوا شوفوا المجتمعات اللي قرابة تأفل مجتمع قرابة يأفل فيه مجتمعات التقارير بتقول زي ما كانوا التقارير بتتكلم على المجتمعات اللي الحضانات بتقفل فيها ده عشان ما بيخلفوش مش عشان بيمرسوا الشجوز فبيمرسوا الشجوز هيبقى فيه امراض وبيقى فيه بلاوي ويبقى المجتمع كله تهد اتهد من ناحية العفية الصحية وكمان اتهد من ناحية الوجود انا عايزة اقول لكم حاجة ان التعامل مع قضية الشجوز هو التعامل مع قضية الوجود انا عايزة اقول لكم حاجة لحظوا كل التعدي على البناء ادم الان كله تعدي على الوجود التعدي على المياه تعدي على الوجود التعدي الجنسي على الأخلاق وموارسة السيولة الأخلاقية بالشزوز هو تعدي على الوجود ده حد بيتعدي على الوجود الإنساني عايز ينهي الوجود الإنساني ده هي مش فكرة أنه واحد عنده لزة لا ده فكرة أنه واحد عنده معنى يفضي إلى هدم الإنسانية كلها فعشان كده الله سبحانه وتعالى حرم كل أشكال الشزوز واللي منها الممارسة مع الجنسي مع المثيلية وأنا أرفض أن نسميها المثلية هي اسمها الشزوز ملاشي اسمها غير ده فربنا سبحانه وتعالى قال ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون للرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون والإسراف يجعل الإنسان مع الشيطان فالإسراف هنا مش إن كنتوا واحد مسرف الشهوة لا الشزوز فكرة شيطانية إن المبذرين كانوا أخوانا الشيطين فالإسراف هنا عندما يسرف الإنسان على نفسه فيصبح الإنسان إلها لنفسه هنا يخرج بقى طب ليه كده بتقول الكلام ده كله على ناس ممكن يكون عندهم مشكلة لا لا خالص أنا ما أتكلم عن حقيقة الأمور أنا ما أتكلم على الدعوة ده وأتشوفوا إحنا إزاي نتعامل في هذه الحلقة لو كان فيه ابن من أبنائنا عنده هذه المسألة لكن دلوقتي نشوف بعض السموم الجنسية الشزة اللي بتروق غير المشاهد مشاهد الكرتون إيه الكرتون الكرتون أيها المجرمون هذا إجرام هذا استغلال للأطفال إحنا كل الناس اللي جايين بيتكلموا عن حقوق الطفل هل من حق إنسان إنه هو يعمل كده في طفل الناس اللي بيتشدقوا بحقوق الأطفال ده انتهاك لحقوق واضح لحقوق الطفل لما حد يحط في كرتون لطفل في مشاهد الكرتون يحط له مشاهد إباحية إحنا بسميها إباحية وشاذة اللي بتظهر ليهم حتى في الإعلانات أو في الألعاب وده مش غريب لإننا قبل كده تكلمنا في النهايات الخامسة بذكركم وهفضل أقول لكم إن عدونا بيسعى لهدمنا من خلال هدم الخمسة حاجات دول اللغة والتراث والثقافة والدين والدولة والأسرة وعلى فكرة الشيسوس بيهدم الخمسة دول لذلك تلاقي أفكار كتيرة بتفكك منظومة الأسرة زي نشر فكرة إن الأسرة مش بالضرورة تكون مبنية على الجواز وعلى فكرة وفيه شوية حاجات كده أنا حاسس إنها كلها بتخدم على بعض وأنا لازم أتكلم معاكم بصراحة أنا بقول إن إن المتشرع المشتغل بالشريعة والذي يتكلم من مدخل ديني إذا لم يكن باحث اجتماعي يعمل أي عمل آخر أنا عايز أقول لكم حاجة إن الكلام عن مساكنة والكلام عن الأسرة أنا بسميها الأسرة المفتوحة اللي أسرة من غير جواز وكمان الكلام على الشوزوز كله بيخدم على كله على إن ما يبقاش في أسرة واضيع الإنسانية الله سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجها لتسكنوا إليها هي ده اللي يعمل السكيدة هو ده اللي يعمل الإنسانية إن ما بقى يحصل كل الكلام اللي إحنا شايفينه ده كله مع بعضه كده لا أي واحد أي واحد عنده بقرش تحليل يعرف إن فيه هجوم واضح من كل الجهات زي ما بيحصل للدولة المصرية اللي يجوم من كل الجهات بيحصل برضو اللي يجوم على الإنسانية من كل الجهات اللي يجوم على الأسرة من كل الجهات لأن البلاد اللي فيها أسرة متماسكة هتقدر تقاهم لأن فيه بنيان فيه بنيان في الحياة ولذلك الله سبحانه وتعالى دعم هذه الأسرة بكل لدرجة شوف دعم الله سبحانه وتعالى وجعل بينكم مودة ورحمة بذاته العلي الأسرة مدعومة من الله سبحانه وتعالى فالأسرة عندنا مش محل على فكرة الأسرة عندنا قيمة وأنا بدعو وبقول كده وأرجو أن يسجل ده أنا الأسرة عندي قيمة الأسرة عندي مش كيان بس ولا محل الأسرة قيمة فالأسرة عندنا عمود المجتمع والمحضن الأول للحياة فالحقيقة الأسرة دي مدرسة قيامية كبيرة الأسرة عندنا نموذج إنساني كامل وعشان كده الأسرة العفية اللي احنا بنتكلم عنها لابد تكون موجودة لأن الأسرة العفية بتكرس في أفرادها القيم اللي بتعتبر أساس الإنسانية إنسان بلا قيم هو كتلة كتلة من اللحم وهو ده اللي بيعملوا الشزوز إن بيحاول الإنسان بلا قيم